السلام عليكم أخيراً وصل الجيل الثاني من الأجهزة القابلة للطي من شركة سامسونج طبعاً معروف دائماً أن الجيل الثاني يكون أكثر جيل مهم لأن فيه تصليح المشاكل المتوقعة التي تطلع بالأجيال الأولى من جميع الأجهزة خصوصاً التي يكون فيها ابتكار طبعاً مباشرة لاحظنا بعض التغييرات على تصميم الجهاز عندنا لاحظنا أن الحواف صارت أنحف وحادة أكثر والجهاز بشكل عام صار أثقل من قبل ولو بشكل طفيف بحيث وزنه الآن 282 جرام مقارنة بـ 263 جرام سابقاً طبعاً بمجرد ما مسكنا الفولد حسين الفرق بجودة التصنيع الجهاز فعلاً تحس أنه صلب وفخم بكل معنى الكلمة إذا تذكرون كان فيه مشكلة سابقة التي هي تجمع الأخبار في المفاصل حق الجهاز هذا هو المفصل الرئيسي طبعاً الآن سامسونج حلت المشكلة بأنها حطت نوع من القماش داخل بحيث أنه كل مرة تفتح وتقفل الشاشة يقوم هذا القماش ويمسح الغبار اللي متجمع طبعاً فيه شيء بالكاد بتلاحظونا اللي هو هنا في الطرف هذا والطرف هذا فيه بروز صغير جداً إيش الهدف منه؟ عشان لما نقفل الجهاز الشاشات ما تلصق ببعض بشكل كامل يصير فيه فراغ بسيط موجود بين الشاشتين لما يقفل الجهاز وطبعاً الآن التقفيل والفتح سلس جداً أكثر من الماضي فالآن عملية بسيطة جداً وسهلة نتكلم عن الشاشة اللي موجودة عندنا هنا هذه الشاشة الرئيسية صارت أكبر من قبل قبل كان حجمها 7.3 إنش الآن صارت 7.6 إنش طبعاً نوعها Dynamic AMOLED 2X ودقتها 2208 بيكسل في 1768 بيكسل الزجاج المستخدم عندنا هنا في الشاشة نوعه Ultra Thin Glass واللي شفناه سابقاً في جوال Galaxy Flip لكن الآن بتحسينات كثيرة على قوة التحمل حسب كلام سامسونج طبعاً هذه هي الشاشة الرئيسية ليش؟ لأن عندنا شاشة جانبية ثانية لكنها شاشة أيضاً كبيرة اللي هي هذه الشاشة الخارجية بالنسبة لهذه الشاشة الخارجية الآن صارت أكبر وبفارق ملحوظ عن قبل بحيث صار حجمها 6.2 إنش مقارنة بقبل 4.6 إنش طبعاً نوعها Super AMOLED ودقتها HD Plus طبعاً هذه الشاشة الخارجية معدل التحديث حقها 60 هرتز بينما الشاشة الداخلية اللي كنا نستخدمها قبل شوي معدل التحديث حقها 120 هرتز طبعاً عندنا حاجة بالجوال اسمها Flex Mode رح يخليك تستخدمه بوضعيات مختلفة مشابه لفكرة اللابتوب تقريباً واستغلال الشاشة الكبيرة مثلاً تطبيق اليوتيوب الآن أنا مشغل أحد الفيديوهات اللي استعرضنا فيها جهاز النوت الأخير على الإلكتروني شبسوي؟ رح أحول على Flex Mode رح أكسر الساشة كذا بالنص إيش صار معي؟ صار يفتح لي الفيديو في الجزء العلوي والتعليقات في الجزء السفلي كأن عندك لابتوب بس في شاشتين طبعاً كل تطبيق له أفكاره الخاصة وطريقة تطبيقه لوضعية Flex Mode حالياً ما في تطبيقات كثيرة تستغل هذا الشيء لكن يوتيوب واحد منهم طبعاً الشاشة مثل ما عودتنا سامسونج وسلسلة الأموليد بشكل عام وهذه التقنية رائعة جداً ألوان زاهية، سطوع عالي درجات أسود ممتازة هذه الأموليد كالعادة رائعة جداً طبعاً زي ما أنتم ملاحظين معي في الشاشة الآن الفاصل اللي في النص اللي عند المكان اللي يكون الكسرة بين الشاشتين ممبين أبداً ما تشوفونه حالياً لكن متى يبين معنى؟ يبين معنى إذا كانت الشاشة سودة في الغالب وعليها سطوع إضاءة يعني مثلاً هنا خلفية سودة عندنا لو أكثر الجوال شوي بتشوفونها معي تشوفون أثارها طلعت طبعاً هذا الشي ما رح يضايق المستخدم أنا شخصياً أشوفه ما يضايق لأن في غلب الوقت ما رح تلاحظها وما رح تبين معك كثير إلا في ظروف معينة زي ما قلت لما يكون في إضاءة وإنعكاس زي ما حناً الآن في الستوديو هنا عندنا إضاءة قوية ويبغانا نأخذ زاوية معينة عشان نشوف الكسرة هذه أو الفاصل يبين معنا بتكلم عن بعض الخصائص في الجوال طبعاً الشي صوت في الجوال استيريو سواءً قاعد تتفرج على الفيديو في الوضعية هذه أو في وضعية الشاشة الخارجية ما تفرق الصوت دائماً بيكون استيريو ويستخدم تقنية دولبي أتمس من ناحية جودة الصوت وارتفاع مدى الصوت إحنا راضين جداً عن الجوال إذا رحنا إلى الجانب وشفنا عندنا الزر هذا هذا الزر التشغيل بنفس الوقت هو رح يشتغل كزر بصمة وهذه وسيلة الأمان الرئيسية الموجودة في الجوال طبعاً عطفاً على سعر الجوال فعدم وجود مقاومة للماء والأغبرة شي محدد لكن بنفس الوقت نتفهم هذا الشيء لأنه جوال فيه فواصل كثيرة وجوال قابل للطي فممكن كان صعب جداً تقنياً تطبيق مقاومة ماء كاملة عليه طبعاً هذا الجوال متمكن جداً من ناحية المعالج وطبعاً عشان الشاشة كبيرة بعض الألعاب تتخذ الشاشة الكاملة وقت اللعب هذه اللعبة عندنا Asphalt 9 وزي ما نقدر نشوف طلع رائع جداً على الشاشة الكبيرة نتكلم عن معالج 865 من سناب دراجون مع دعم شبكات 5G هذا الجوال يدعم 5G طبعاً هالمرة في كل أسواق العالم حتى السعودية راح يكون المعالج بسناب دراجون سامسونج ما راح تستخدم معه معالج ثاني ذاكرة التخزين الداخلية هنا 256 جيجا بايت والذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت ويدعم الهاتف شريحتين في نفس الوقت واحدة مدمجة من نوع اسيم والثانية من نوع نانو الجهاز زي ما قلنا متمكن جداً سلس جداً في الأداء العتاد فيه رائع الفولتو فيه خمس كاميرات مختلفة دعونا نتكلم عنها طبعاً الأساسية عندنا اللي موجودة في الخلف هنا عندنا ثلاث كاميرات وكلها 12 ميجا بيكسل عدسة أساسية عدسة واسعة جداً وعدسة تيلي فوتو الكاميرات الأمامية عندنا ثنتين واحدة موجودة كثقب في الشاشة هنا وأيضاً عندنا وحدة في الشاشة الثانوية أو الشاشة الخارجية موجودة في الأعلى هنا بحيث تقدر تصور سلفي حتى لو مفتحت الجهاز الأداء بشكل عام شفناه مقارب للي شفناه مع النوت 20 مميزات سامسونج المعتادة موجودة هنا مثل التصوير الاحترافي والتصوير الليلي وغيرها من الخواصة اللي عجبتني في الكاميرا حيث تقدر تشغل الشاشة الخارجية وقت التصوير عشان الشخص اللي قاعد تصوره يشوف نفسه في الشاشة وفي ميزة جديدة أن لما تفتح الكاميرا شاشة بتعرض لنا تصوير الكاميرا حالي والشاشة الثانية بتعرض آخر صورة تم تصويرها لكن احبطنا أن الكاميرات ما تقدم لنا بعض التقنيات اللي شفناها بجوالات سامسونج الرئيسية زي الـ Space Zoom للتقريب أو عدسة بدقة 108 ميكا بيكسل خصوصاً لنا ندفعين هذا المبلغ في الجوال الفولتو طبعاً يعمل بنظام درويد 10 وواجهة 1Ui 2.5 اللي انتم متعودين عليها أكيد بجوالات سامسونج بس حطت بعض الخصائص عشان نستفيد من هذه الشاشة الكبيرة خلونا نشوف بعضها لو نروح للإعدادات مثلاً أوكي ونروح للشاشة ونحط إيش تخطيط وتكبير وتصغير الشاشة هنا رح نقدر نختار بين وضعية العادية اللي هي وضعية الجوال المعتادة أو الوضعية اللي تستفيد من اللوحي بحيث تعرضنا أشياء أكثر في الشاشة نأخذ مثال مثلاً ملفاتي شوفون كيف ملفاتي تطبيق ملفاتي طالع كأنه مثل ما يطلع لنا بالجوال تماماً أوكي لو نرجع للإعدادات مرة ثانية أوكي ونروح للشاشة والتكبير والتصغير ونختار الخيار الثاني هذا اللي ورينا كيف قسم الشاشة قسمين بحيث نستفيد من الشاشة الكبيرة نرجع لتطبيق ملفاتي رح نلقى الشاشة قسمة قسمين نقدر هنا مثلاً قائمة جانبية نختار بعض الأشياء ونشوفها فنستفيد أكثر من وجود الشاشة الكبيرة وطبعاً لأنها شاشة كبيرة واحدة من الخصائص الثانية اللي موجودة هو أننا نقدر نفتح أكثر من تطبيق في نفس الوقت نحن فاتحين تطبيقين الحين وتقدر إلى حد ثلاثة وما ننسى أيضاً أنه في شيء اسمه الإطار المنبثق أو بطط يعني شلون تفتح تطبيق الزيادة مثلاً كأنه هنا الفتح في عرض الإطار المنبثق بحيث يصير كذا داخل المربع تقدر تحركه على راحتك في الشاشة هذه الطريقة حقاً لطار المنبثق تقدر تفتح فيها خمس تطبيقات في نفس الوقت أحد الإعدادات المهمة أيضاً اللي موجودة في صفحة الشاشة في الإعدادات أنك تحط متابعة استخدام التطبيقات على شاشة الغلاف ما معناها؟ قاعد تستخدم في الوضع الحالي وتقفل الجوال ينتقل على طول التطبيق للشاشة الرئيسية لكن تفعلها بشكل يدوي على حسب التطبيق اللي موجودة عندك يعني مثلاً الضبط موجودة مفعلة اللي هي صفحة الإعدادات فلو قفلنا الشاشة الآن أوكي على طول يجينا التطبيق هنا مباشرة في الشاشة الخارجية تفعلها على راحتك حسب التطبيق اللي تبيه والتطبيق اللي ما تبيه يدعم هذه الخاصية طبعاً نقدر نستفيد من خاصية السحب أو drag and drop زي ما يسمونها أوكي بشكل مشابه للي نسويه في الأجهزة الثانية خصوصاً اللي فيها شاشة كبيرة فمثلاً هنا عندي المتصفح هذه الصورة عجبتني أقدر أضغط عليها أستمرر الضغط عليها أقدر أشيلها كذا أحركها أجي هنا في برنامج الملفات اللي فاتحوا في نصف الشاشة الثاني وأنقل الصورة هنا وأحطها في أي ملف أبغاء فهذا يسهل علينا نقل الأشياء بين التطبيقات والاستخدام المتقدم على بلتهم طبعاً لما نكون ماسكين الجهاز بهذه الطريقة ونبغى نكتب شي الحلو أن الكيبورد رح يصير كذا رح ينفصل ليش عشان يصير أقرب الأصابعك وتقدر تكتب بسهولة واحدة من الحركات المفيدة والمخصصة لهذا الجهاز طبعاً في خاصية لو نريد أن نأخذ سكرينشوت سنقول أننا نفاتحين تطبيقين في نفس الوقت وجينا نأخذ سكرينشوت زي كذا الجوال رح يعطينا خيارين يعني نقدر نقول نبغى الصورة هذه أو هذه على أساس ما نأخذ صورة كبيرة ونرجع نقصها وكذا فهذه من الخيارات السهلة أيضاً والتي تدعم الشاشة الكبيرة وتقسيم التطبيقات وإلى آخره الجوال طبعاً يستخدم منفذ من نوع USB-C عشان الشحن وداخل هذا الجوال الكبير بطارية 4500 ملي أمبير ويدعم الشحن السريع بقوة 25 واط وأيضاً الشحن اللاسلكي واللاسلكي العكسي بالنسبة لنا أداء البطارية عطانا أداء مرضي لمدة يوم كامل من الاستخدام المعتدل وحسنا أن هذا الشي جيد خصوصاً مع وجود شاشات كثيرة شاشة كبيرة هنا وشاشة خارجية يعني يستهلك الجهاز فعلياً الفولتو خطوة رهيبة من سامسونج نحو تحويل قطاع الأجهزة القابلة للطي لشي رأيسي عندها في الشركة زي ما سوت مع النوت سابقاً وقدمت لنا الفابلت والقطاع هذا وكيف صار له جمهوره الكبير في عالم الجوالات لكن نازالت أجهزة القابلة للطي مش في متناول الجميع نتكلم عن هذا الجهاز سعره 7999 ريال بتقريباً بالدولار 1999 دولار إذن مثل ما نسوي في نهاية كل مراجعة نسأل السؤالين ومتحدثين مين نصح بالفولتو؟ أن كنت شخص تبي جهاز واحد بحيث أنه يكون صغير بحجم الجوال تحطه في جيبك وبنفس الوقت تقدر تحوله للوحي في أي وقت تستمتع فيه سواء بالعمل اللعب على الشاشة الكبيرة مشاهدة الفيديوز على الشاشة الكبيرة شي رهيب وفي نفس الوقت في أي وقت تقدر تحوله من جوالي للوحي بسهولة وحجم الصغير إذن هو موجه لك بحيث خصوصاً إذا كان عندك الميزانية اللي ممكن تدفعها عليه مين نصح يبتعد عنه؟ لاشخاص اللي عندهم حالياً هاتف ممتاز ولوحي أيضاً أو ما يحتاجون لوحي أصلاً في حياتهم لأن فكرة الفولد الرئيسية هو تحويله إلى جهاز لوحي ينحط في الجيب فإذا ما تحتاج هذه الخاصية وما عندك فلوز زيد تصرفها ابتعد عنه هذه نهاية مراجعتنا للفولد 2 أتمنى تكون عجبتكم كذا تقريباً غطينا أغلب العيوب أو الأشياء اللي ما عجبتنا واللي عجبتنا في الجوال في هذا المراجع يمكن نقطة صغيرة وممكن نسيت أقولها اللي هي البصمات زي ما تشوفو من اللضاءة الجهاز الشاشة الداخلية تجمع البصمات بشكل كبير وحتى الشاشة الخارجية تجمع البصمات لذا ما كنت تتحب هذا الشيء كان لازم أن أوحح عنه قبل ما نختم يطيقكم العافية المتابعة في أمان الرحمن يا أحلى جمهور